اشتركوا في القناة والمعالم السياحية الجميلة درت التاج على جبين الوطن عد عليها الزمن مرت عليها المحل وقوة جيشنا ووحدة شعبنا انتصرت سينة وقان الأوام لعبور جديد يرجع ليها مجدها ويفتح ليها طريق الأمل لما كنا بنتكلم على سينة وتصدينا للإرهاب اللي موجود مش منعنا ومش حيمنعنا ان احنا نعمل تنمية حقيقية في سينة قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق ولكن عشان أهميتها الاستراتيجية أنا بس حبينا ان احنا يبقى منتبهين اول ده ويبقى كلام ده حاضر عندنا كلنا كمصرين ان احنا بلدنا وبنخلي بلنا منها وحنحفز عليها ومحدش هيقدر يأخذها منها كانت رؤية القيادة السياسية بضرورة ربط سينة بالوادي والدلتا عن طريق منظومة أنفاء وكباري وطرق وإنشاء مدن سكنية وتدمعات عمرانية وبنية تحتية ومناطق لوجستية استراتيجية نوية كاملة بتغير شكل الحياة على كل شبر في سينة والنهاردة اتولد على أرضها 17 تجمع عمران جديد بضم 1181 بيت بدوي في شمال وجنوب ووسط سينة وده غير تأهيل خمس فددين لكل أسرة سينوية ضمن مشروع واعد أنفقت عليه الدولة حوالي 2 مليار جنيه وفي المشروع القومي للطرق وعلى أرض سينة انتهينا من المرحلة التانية من طريق النفق رأس النقب بطول 111 كيلومتر وبكده وصل إجمالي طول الطريق في المرحلتين الأولى والتانية إلى 231 كيلومتر بعرض 49 متر مع 3 حارة مرورية لكل اتجاه وبتكلفة مالية بلغت 3 مليار و 220 مليون جنيه ولو اتنقلنا الوسط سينة هنعرف حجم القيمة المضافة اللي بيقدمها مطار البردويل في مجال التجارة البينية والاستثمار مطار داوي على مساحة 11 كيلومتر مربع ممر رئيسي بطول 3350 متر وعرض 60 متر وصلت وصول ركاب بتستوعب 300 ركب في الساعة بنتنقل لجنوب سينة وبنكمل مشوارنا في رحلة التنمية ومع وصلنا لمدينة الطور بنشوف النقلة الحضرية في مجمل مشروعات البنية التحتية ومنها المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 10,000 متر مكعب في اليوم وفي شمال سينة نجحنا في إيجاد مصادر جديدة في مياه الشرب بإنشاء محطة تحلية مياه البحر في منطقة أبو سقل في العريش بطاقة 10,000 متر مكعب في اليوم مع إنشاء مأخذ مياه بطاقة 45,000 متر مكعب في اليوم لخدمة مناطق الريسا وكرم أبونجيلا ده كمان غير إنشاء محطة تحلية في الشيخ زوي بطاقة 5,000 متر مكعب في اليوم ومأخذ بحري بطاقة 30,000 متر مكعب في اليوم واستمر العمل في شمال سينة وبنينا محطة رفع مياه في كرم أبونجيلا بطاقة 7,000 متر مكعب في اليوم ومن جديد الدولة بتعيد اكتشاف كنوز الحضارة المصرية مع تعظم الاهتمام بالمواقع الأسرية والمتاحف وفي يوم واحد مصر بتفتتح 3 متاحف متميزة في 3 محافظات مختلفة متحف شرم الشيخ أو المتحف للأسار بالمدينة المعروفة عالميا مدينة السلام والمقامة على مساحة 192,000 متر مربعة منها 5,000 متر مربعة للعرض المتحفي وبيضم 5,200 قطعة أسرية من مختلف حقب الحضارة المصرية داخل 3 قاعات عرض متحفي وبكده المتحف بيكون مركز إشعاع ثقافي وحضاري وملتقى للحضارات الإنسانية وحلقة وصفه بين السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية وكأن ماضينا البعي بيتولد من جديد داخل نوافذ عرض متحفية بتكشف للدنيا كنوز مصر الفريدة والمتنوع اهتمام الدولة بالأسار شمل كل المحافظات ومنها محافظة كفر الشيف واللي انتهينا على أرضها من إنشاء أول متحف للأسار عشان يكون جديد بتاريخ المحافظة العريق على مساحة 6,800 متر مربعة وبيعرض فيه 735 قطعة أسرية فريدة من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية المتحف بيعرض لنا تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية وفوق كل ده بيضم العديد من الأسار المستخرجة من حفاير تل الفرعين ده غير كمان إنه بيكشف عن روحة تراصنا الإسلامي لأربو من مدينة فوة المعروفة بتاريخها الطويل وطبيعها المتميز وكمان بيعرض أسار مسيحية رائعة وتفضل القاهرة العامرة منورة بأسرها ومحروسة بنسها القاهرة متحف حضار كبير بيفتح أبوابه للعالم كله هنا فقال بحي بولاء أبو العلا انتهينا من مشروع تطوير متحف المركبات الملكية واحد من أقدم المتاحف النوعية على مستوى العالم والأقيم على مساحة إجمالية بلغت 6175 متر مربع منها 2700 متر مربع للعرض المتحفي بيرولنا تاريخ المركبات الملكية في مصر خلال العصر الحديث واللي تم استخدامها في أغراض التنقل والاحتفالات الهامة والرسمية الحضارة مش مجرد ماضي عد وفات الحضارة في دمنا على كل شبر في أرضنا بنواصل العمل وعلى خطى الأجداد بنبني لولدنا طريق الأمل القوات المسلحة المصرية إلى جانب دورها الرئيسي في حماية مصر وشعبها العظيم وتأمين حدودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية تساهم بشكل كبير وفعال مع باقي مؤسسات الدولة في عملية